أحبانا المشاهدين بنرحب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج خواطر كتابية ومعنا الأخ الحبيب الأخ هاني نجيب أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بنتابع مع بعض دراستنا في برنامج وفي تكملة لدراسة رسالة يعقوب شفنا دروس رائعة عظيمة ربعة هالنا في رسالة يعقوب وأنا متأكد أن كتير من أحبانا المشاهدين وجهة نظرهم ودخولهم لرسالة يعقوب هيكون مختلف عن الأول بعد فهمنا بصورة عميقة ورائعة لرسالة يعقوب النهاردة بنتابع مع بعض ونكمل في الأصحي الأول وهنقرأ مع بعض جزء في نهاية الأصحي الأول من عدد 19 خلينا نفتح مع بعض رسالة يعقوب أصح 1 والعدد 19 إذن يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط خادعين نفوسكم لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة فأنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو ولكن من اطلع على النموس الكامل نموس الحرية وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله هنقف عندي الجزء دوت وهنكمل إرائتنا مع بعض لكن بس تشعر أن احنا دخلين على الجزء محتاج دقة ومحتاج مننا ملاحظة شديدة نصال الرب يدينا كلمة النهاردة ودروس عميقة في كلمته وفي هذا الجزء في الآيات دي بيتكلم عن شيء عزيز بالنسبة لي اسم كلمة الحق وكلمة الحق في مفهوم كلمة لا تسمع فقط ولكنها تقبل ولا بد أن الإنسان يقبلها قبولا حقيقيا هنا بيقول اقبلوا بوداعة الوداعة يعني الخضوع الوداعة عكس المقاومة لأن أحيانا كثيرا الكلمة تصطدم بعصرة العقل فالإنسان بيبقى مش شايف منطق في الكلام اللي هو بيسمعه أو اللي هو بيقرأه فبيقولوا اقبلها بوداعة وكلمة الله فيها خاصية أنها إذا وصلت القلب فإنها تنغرس فيه فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة الغارس هنا هو المسيح شخصيا لأنها كلمة الحق والناس فكرة أن فعل القبول ده فعل سلبي لا بولس الرسول ألها بطريقة تانية الصادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول القبول هنا يعني أكثر من الاستماع اقبلوها كل قبول واقبلوها بوداعة كلمة الحق ودايما أنا بقول لمن يريد أن يفهم الكلام في الكتاب المقدس أن هو يتعلم يوما في يوما كيف يقترب من الكلمة كيف يلتصق بيها كيف يخضع ليها كيف يهز أو يلهج بيها حتى تصير فيه حياة حتى تصير فيه إنسان آخر عشان كده بيقول الكلمة المغروسة دي قادرة فيها فاعلية رهيبة معمولة لكي تنغرس في الإنسان وتحوله أو تغيره يعني مش مجرد كلام فالرسول هنا بينبهنا إلى قبول الكلمة والتعامل معها وهو يبدأ بحالة القلب والحواس عشان كده بيستخدم كلمة بوداعة والوداعة في المفهوم اللاهوتي التصوفي قديما كانت تعني الفرح والاستسلام والطاعة وعكس الضوضاء والشوشرة اللي هيكلم عليها هو في الرسالة بعد كده وكان القديس يوحنى الدرجي اللي كانوا ساعاتي يسموه يوحنى السلمي لأنه هو كتب كتاب سلم الفضائل كان يقول عن الوداعة أنها اللاهوة عشان كده الرسول هنا بيقول اطرحوا كل نجاسة وكل شر الهوى حتى مش شرط يكون هوا أثيم أو شرير ولكنه هوا نفس خلي الرسول هنا بيقول كل حواسك قلبك عقلك سكونك وهدوء قلبك مهمة داود النبي كان يهدئ ويسكن نفسه قدام الله واحد القديسين قال أن الهدوء القلب هو أحد أسرار الحياة الآتية يعني الحياة في العالم ما فيهاش هدوء لكن حين يهدأ الإنسان فهو تقريبا استدعى من الأبدية زمنا خارج الزمن وبدأ يعيش فيه هادئا ساكنا لكلمة قادرة كلمة أقل ما تفعله أنها تخلق وتوجد وتستحدث أنا عايز بس أقف حتة بسيطة هنا عند الهدوء دا يا خهاني نحن متعودين أن الإنسان المشغول واللي عنده في جدوال وحاجات كتيرة هو دا الإنسان المهم فمعليش يعني يكلم الخدام على حتة أن إحنا نكون هديين أمام الكلمة ونعود ونسكن لها يعني الإنسان اللي جاي يجلس متهزبا للكلمة ويسمعها بوداعة غالبا ما بيبقاش إنسان عايز ياخدها عشان يستخدمها أو يوعظ بيها ويعلم بيها في الأول أو يضيف إلى معلوماته لكنه فعل روحي باطني عميق يجعل الكلمة المغروسة تتحول إلى فعل وبهذه المناسبة عايز أقول أن بعض الشراح القدماء وهم بيتكلموا في إنجلي وحن إصحاح واحد لما بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة كان هو الله بيقولوا أن في الترجمات الفرنسية القديمة للكتاب المقدس كانت الكلمة تأتي بمفهوم الفعل يعني بدل كان الكلمة كان الفعل بالمفهوم ده الفعل وده اللي بيقوله الرسول بولس ما تقبلهاش وبعدين تنساه لأن الكلمة لا تحفظ في الزاكرة الكلمة تحفظ وتخبأ في القلب حينما تنقلب في حياة الإنسان إلى فعل إلى إنسانية جديدة فالكلمة غزاء والكلمة دواء والكلمة عزاء الكلمة هي الله الله حاضر بكلامه فالرسول ينبه أشد تنبيه إلى قبول الكلمة عايز أعلق على الآية دي بيقول في قبليها إن الله ولدنا بكلمة الحق فالكلمة دي هي أصلنا ومن شأنا الموقف الموقف الروحي اللي الرسول بينبر عليه هنا أنا عايز أجيب له قرينة روحية كده تبينه شوية من سفر أعمال الرسل سحح 17 لما كان بيتكلم عن المؤمنين في بيرية بيقول في أعمال الرسل 17 وآية 11 وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي في نوع من المؤمنين الكتاب يسميه المؤمنين الشرفاء زي مؤمني بيرية أشرف من تسالونيكي فقبلوا الكلمة بنشاط بنشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا بيتزوقوا الحق بيختبروه بيتأملوه ويعايشوه فاحصين الكتب كل يوم فآمن منهم كثيرون ومن النساء اليونانيات الشريفات ومن الرجال عدد ليس بقليل كلمة شريف مش يعني نوع غير الناس ولكنه مطلقي وسامع ويقبل ويختبر ويختبر ويتأمل ويتلزز ويفرح وإن كان هذا موقف إنساني إلا أني أقول أنه أيضا نعمة يعني الإنسان لا يملك هذا النشاط ولا يستطيع أن يستحدسه أو يوجده يعني ولكن هنا التجاوب هايل وجميل وعالي بين القلب والروح القدس إذا القلب استيقظ وطلب من الله أن يغيسه بكلمة وأن يحييه وأن يقيم بالكلمة التي أقامت وخلقت وأتقنت العالمين كلها هنا الفعل الروحي ابتدى يوضح ويبان في رسالة يعقوب هذا عمل روحي جليل عشان كده بيقول أوعى تقراها تسمعها ناسيا ولكن عاملا بالكلمة إذن العمل هنا هو نشاط قلبي لقبول كلمة الله هل ممكن كده؟ عمل إلهي في قلب طيع يقبل بوداعه على فكرة كل أعمال الله حينما نقبلها وتصير فينا حياة يحسب لنا أننا عملناها فحسب له بر لا ويحسب له أن أعماله بالله معمولة زي ما قال المسيح حاجة جميلة ولكن هي الرسالة دي مش مكتوبة عشان نعد ندرس في العمل مقصود بي لكن مكتوبة عشان الإيمان ينتقل من وضعه الساكن النظري إلى وضعه النشط الحي الفعال أمين أمين أنا كنت عايز أتكلم معاك في ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب إحنا اعتدنا أن دي نصيحة لتدريب النفس لكن أنا عارف أن حضرتك ليك تأمل مختلف تماما عن كده وأنا الحقيقة أعجبت جدا بيه وبحاول أتعلمه وعيشه فعايز كمان أشارك المشاهدين بنفس الحق دوت هذه الآية بتصف الإنسان الجواني وأنا بعض النصوص والآيات في الكتاب المقدس عشان أخليها محسوسة ووضحة بجب لها موقف أو اختبار روحي في الكتاب المقدس كويس لما راح نعماني السورياني لقليشها هو الأول راح للملك البنت المسبية اللي كانت في بيته قالت لهم ده عندنا في بلدنا نبي بيشفي أي حاجة فطبيعي أن رجل كبير زي كده يروح للملك فرح للملك الملك قال له أنت جاي لشفيك هو أنا الله وشق هدومه قال له ده أنت بتتحرش بي يا بقى يعني أنت كده مش فقاليش عسمع قال لهم بيقطع هدومه ليه ابعته لي فرح نعماني السورياني بالمركبات بقى والحرس فطلع له ولد صغير كده قال له سيدي بيقولك روح استحمى اغتص في نهر الأردن سبع مرات نعمان اتنرفز قال هو الموضوع ده كله عيال كده ولا يعني في البيت عيلة تقول لي روح وهنا يبقى هو جوه يبعت لي عيل صغير يقول لي روح استاه هو ايه الموضوع ده بدل ما يطلع ويحط إيده على الأبرص مش عايز يقول عليا يحط إيده على الأبرص ويشفيه يقول روح استحمى طيب وإحنا ما عندناش مية فأبانا وفرفر عندنا في بلدنا أحسن من اللي عندكو ومضى بغيز بص بقى نعمان ما استماش نعمان يتكلم على طول ما قبلش الكلمة ما قبلهاش بوداعة فابتدى يتكلم ويقول هو ايه اللي بيعمله ده وده معنا ايه ده المفروض كيت وكيت وكيت أصلك الكلمة كتير بتبقى مش ماشية مع العظمة الإنسانية أو مع عظمة العقل البشري فيقول ايه ده ومضى بغيز تنرفز وعايز يمشي اما الناس اللي حواليه قلوله يا مولانا بالراحة بس لو كان هو قالك على حاجة عظيمة قوي مش كنت هتعملها قال اه بس ما يقوليش روح انزل المايا سبع مرات قال ما انت ما تعرفش انت ما تعرفش الكلمة اللي هو قالها دي لو انت رضيت بيها ومخضبتش لو سمعتها بدل ما تقعد تتكلم وتخطب لو تسمع الإنسان عنده الشغلانة دي نيقود موسيقى للمسيح يقول له نحن نعلم طبعا ما انت عارف كل حاجة جاي ليه وساعات واحد يقول لي يا رب احنا عارفين عارف ايه فقالوله ما تسمع يا مولانا يعني ما تقبل بوداع الكلمة اللي اتقالت لك وخبيها في قلبك واحفظها شوفها هتعمل فيك ايه لما راح وطبعا قلع هدومه بقى وقلع النايشين والعارف بان والريحة طلعت بقى ونزل الاردن السبع مرات فراجع اليه لحم لحمه كلحم صبي يعني اتخلق له اتخلق له انسانية جديدة لحم الصبي اللي هو الطفل اللي لما تمشي ايدك عليه يعلم كده يسيب مكان اليد لسه مخلوق الوقتي خليقة جديدة خليقة جديدة فنعمان كان مسرعا في الكلام مسرعا في الغضب مبطئا في الاستماع مش بيسمع فيعقوب بقى بيعكسها بيقول خلي بالك وانت بتتعامل مع كلمة الله ما تبقاش متكلم متكلم وما تعدش تشرح تشرح وتقول انا فاهم وانا عارف لا 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 اخضع ليها اقبلها بوداعة اسمعها بنشاط مسرعا في الاستماع يعني بنشاط زي مؤمني بيرية كده قل للمسيح اعطيني هذا القلب النشط عشان اشفى من دائي اشفى من ضعفي اشفى من عيوبي اديني اني ما اصطدمش بكلامك اديني خضوع مسرع في الاستماع نشط مبطئ في الكلام مبطئ في الغضب كلام جميل طبعا بالمعنى ده اه بالمعنى ده ما هو معناها كده بالمناسبة بقى الانجيل كل انسان يطبقه في حياته له تطبيقات لا حصر له لكن انجيل المسيح له معنى واحد هو المعنى الا الله يقصده والروح القدس يقصده لما كتب الرسالة دي للمؤمنين فالتجاهات طب تقول لي طب واش عرفنا بقى اللي انت بتقوله ده انه هو ده المعنى اقولك ما تاخدش كلامي كده على عواهنه لكن افتح قلبك لكلمة الحق اذا لمستك واذا خلقتك واذا فرحتك اتباهية دي عشان كده ابو طرس الرسول يقول ايه ان كان احد يتكلم فكاقوال الله يعني وصل كلمة الله ما تحطش فيها من مفاهيمك ومن بقتك ومن تصوراتك ده غش للكلمة اذا اللي بيحط عليها مية مثلا اللبن اللي بيحط عليه مية او ينزع الدسم منه يشيل القيمة الروحية ويخليها فكرة كده كل ده غش غير غشين كلمة الله مش في رسالة يعقوب بس في كل كلمة الله حيا حبائي مشاهدين انا سعيد جدا بهذا الجزء خاصة التطبيق ليكون الانسان مسترعا في الاستماع لانه كنا بناخدها كتير على ان دي حاجة لتهذيب النفس لكن انا بحب اوي لما لاخي هاني عطى مثال من كلمة الله لتطبيق ايات كلمة الله وزي ما قلنا قبل كده قارنين الروحيات بالروحيات في الختام بس بسرعة يا اخي هاني عايزين ناخد الحتة الاية اللي بعد كده لما بيقول حضرتك اتكلمت عن كونوا عاملين بالكلمة لا سماعين فقط وبتكلم عن ينظر وجه خلقته في مرآة ولما بيتحول بينسى اللي هو شافه عايزين ناخد تعليق بسيط على الجزء ده في الدقتين الاخرانيين عايز يقول اذا الكلمة ما قبلتهاش بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها دي هتكون عندك صورة ذهنية مش صحيحة عن الانسان اللي الله عايزه بعد ما تخلص قريتك واستماعك تدور على الانسان ده ما تلاهوش زي اللي كان واقف في مراية مش من قدام المراية فبقى الشخصية اللي قدامه مش موجودة لانها مش حقيقية اه فبيقول ما تعملش ذا اللي بيبص في المراية ولما مشي نسي او ما بقتش الشخصية اللي قدامه موجودة عشان كده فيه ناس بتحس ان الشخصية الروحية اللي الله عايزها واللي تكونت فيه ذهنيته وهو يتأمل ويتعلم من كلمة الله شخصية ليس لها وجود واقعي لكنها صورة اشبه بالخيال ما هيش حاضرة مش واقع ليه؟ لان الكلمة ما صارتش فيه فعل ما بقتش فيه حياة الكلام الكلام اكلمكم به هو روح وحياة هذا صحيح شيء رائع جدا والتعليق اللي كنت دايما بسمعه من الأخي هاني أن الكلمة تصير فيها إنسانا أحباء المشاهدين شايف أن احنا نقبل هذه الكلمة المغروسة القادرة أن تغير وتخلص حياتنا في آخر دقيقة أخي هاني أدم لنا نصيحة روحية نعملها ونحن نقبل هذه الكلمة ونخضع لها أقدم النصيحة اللي الرسول كتبها فاخر الإصحاح بيقول إذا كنت فاكر إنك دين الكلب بص يعقوب حريص قوي في كلامه دين دي أبسط حاجة ما انتش عارف تسيطر على اللسان فديانك دينتك أو روحياتك مش حقيقية مستخدم كلمة باطلة مش يعني أنت ممثل لا مش هي دي الحياة الروحية الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه افتقاد اليتم والأرامل في ضيقهم وحفظ الإنسان نفسه بلادنا اسم العالم نسبة يقولك هي دي الديانة أو هي دي المسيحية في نظر يعقوب الرسول افتقاد الأرامل لا ده عايز يقول ان حياتك تبقى مش ليك محبتك لله تصير بزل مش عايش لنفسك مش عايش لذاتك عايش للحبك واللي فداك وتبزل حياتك للآخرين وحفظ الإنسان نفسه بلادنا في العالم دي عملية روحية ده مش سلوك معين الإنسان يعمله لا يعني الإنسان ممكن يروح يفتقد ويزور اليتم والأرامل طيب ويحفظ نفسه بلادنا اسم العالم ازاي عايز يقول ان الحياة الروحية الحقيقية حاجة تانية دي النصيحة اللي الرسول يعقوب بيقدمها فخر الإصحاب في اختام حلقتنا بنشكركم عن المتابعة معنا وبنصلي من أجلكم وبنصلي لو انتم محتاجين أي أسئلة تقدروا تكتبوا الخواطر كتابية آت الحرية دوت تي في وربنا معاكم ونتابع مع بعض الحلقة القادمة